اهلا بكم في خلاق جديدة وفيديو جديدة هنتكلم فيه النهاردة عن اهم النصائح وتحذيرات لبرج العذراء احنا قردي خلصنا الابراج فهنتكدي بقى الجزء التاني والنهاردة هنتكلم عن طاقة دي المدة اسبوعين يعني اول النهاردة لمدة 14 يوم اه اهم النصائح والتحذيرات اللي احب اقولها لموليد برج العذراء طبعا اخترت برج العذراء لان هو اكتر برج بالطلب مني وهو البرج الاعلى مشاهدة بعديه هنعمل برج الجدي وبرج الطور بالترتيب كده او كي او طور وجدي يعني اولولي بقى تختاروا مين الاول كالعادة بريز متنسوش اعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتتبعوني على السوشيال ميديا على الانستجرام و على فيسبوك وتقولوا بتتفرج علي من فين وانتو من برج ايه اولولي كمان بتتفرج علي من فين كمان حاجة تانية عايز اقولها لكم ان احنا بنعمل لايف يومي في قبل الفطار عن الطبيق بتاعنا عايز اكون تابعوا لايف ده هتستمتع جدا و كمان هنعمل الكحك و البسكويت ما بعد طيب برج العذراء برج العذراء انتو الفترة دي مش احسن حالتكو يعني برج العذراء يمكن اواخر ابريل مش احسن طوقيت خالص بالنسبة لنا ممكن الدنيا تتضبط لما يعني الفترة الجاية دي اللي انه قريدي شمس تنقلت لبرج الطول بس برج العذراء حزين جدا جدا مش مبسوط بيفكر كتير مشغول بيزي يعني عندكو بيزي سكادول مطلوب منكو تعملوا حاجات كتيرة في وقت قليل مفيش وقت بتتحركوا بسرعة عندك ضغوطات كتير جدا جدا يا برج العذراء والله اعلم يعني الفترة الجاية في الشغل مطلوب منك شغل كتير عندكش وقت تخلص الشغل ده يعني you are busy انت مشغول وعندك مطالب كتير قوي قوي فالحاجة اللي بطلوبها منكو انتو تنظموا لنفسكو الفترة الجاية برج العذراء محتاج تنظم نفسك محتاج تنظم مصاريفك كمان يا برج العذراء الفترة الجاية ممكن يكون عندكو مصاريف كتير قوي يعني مطلوب منك مصاريف كتيرة جدا يا برج العذراء مطلوب منك فلوس كتيرة تتصرف فعشان كده برضو لازم تنظموا مصرفاتكو يعني جايلك فلوس كويسة بس هتصرفها كلها للأسف يعني العذراء في شهر ابريل او نهاية ابريل جايلك فلوس حلوة فيه فلوس حلوة داخلة عليك بس انت بتفرتكها كلها يعني هايبقى عندك اماكن تصرف فيها الفلوس دي يا برج العذراء طيب شايفاك تايه شوية يعني برج العذراء يا شهر يعني شوية تايهين شوية مش مركزين شوية مش فوكس فدي فترة طبيعية جدا عشان كده محتاجين للملم اشلقنا يعني حاولوا برج العذراء الفترة الجاية ان انت تنظم نفسك ان انت تكون مركز وفوكس ومنظم نفسك حاجة حلوة جدا جدا وهتبقى مؤثرة عليك تأثير ايجابي جدا اقسم بالله العظيمي وضع عمر ده شبهي لدرجة ان انا بسماتكو شبهي جدا ولا لا ان انا عملا اقول يخدي عزل يانيز يخدي بطا انا كده فكري هقعني جدها هقعني عملا يا جي مالش روحي خلاشي انت عانش ان انا بحبك ولا لا ده حب عمر يا جماعة استنى ممكن ممكن يخلوشي على العزل قولوهم يا روحي قولو ابعتلي اللينك بتاع عشان احطو عملو سبسكرايب لعمر يا جماعة عشان هو بيبسط الناس تعملو سبسكرايب طيب فبورج العزراء انت مالك مشغول وحتى تحس ان انت اف مود يعني احد هقابلك يقولك هو انت مالك زعلان كده ليه هو انت مالك اف مود كده ليه فاحنا اف مود يا جماعة انا بورج العزراء لو انتم مطرفوش اول مرة تابعوني فانا كمان اف مود عادي جدا بتحصل في احسن العائلات فحاول ان انت تعمل حاجات تحبها حاول ان انت يعني دور على الحاجات اللي بتستمتع بتخليك تستمتع وانت بتعملها واعملها يا بورج العزراء علشان تكون مبسوط طيب يبقى انا قلت جالك فروس بس بحتصرف كلها للأسف عندك بيزيس كادول يعني حاجات كثيرة مطلوبة منك في وقت قليل جدا جدا قولولي يا جماعة بتتفرجوا علي من فين من مدينة ايه قولولي انتو بورج ايه وقولولي كمان اخبار العيد والتجهيزات العيد عندكم ايه زي ما قلتوكو ان انا امامت هنعمل يا جماعة كحك العيد واسكوط العيد وبوتيفور مع بعض اختاروا التوقيت المناسب طيب تعالوا بعد الكلام عن بورج العذراء والحب يمكن من اسوأ الفترات التي سوفت عبر بها يا بورج العذراء في الحب والعاطفة هي الفترة الجاية عندك حياة توهان انت مش لاي نفسك وممكن تكون اصلا في حالة انفصال او لو انت مرتبط اصلا فانت متباعد عن البرتنر بتاعك في انفصال بعد عن بعض ما بتتكلموش انت مش عارف انت عايز زيه بورج العذراء فالفترة دي هو مش محدد هو عايز ايه ouais انت بورج العذراء مش محدد الانت عايز تكمل مع الشخص ده عايز تمشي عايزت تفضل في الّعلاقة دي فانت ملاغبط شويه فعندك توهان في العلاقة مش قادر تحدد انت عايز تكمل مع الشخص ده ولا تبعد مش شايفة ان في حالة يعني بعدama فتور في العلاقة ما فيش تواصل يعني انت كسلا مش عارف انت رايح فين او بيكون الشخص ده دايق hustle عمل حاجة زعلتك او او انت مصدوم في نفسك فانا حاس انك erste انك بتعيد اكتشاف نفسك من جديد انت مش عارف انت عايزين ولولي ياكمال انتوا افعلا انت håفعلا حاسين بالتوهين وانتوا مش عارفين انتوا عايزين ايه ولا راحين فين ولا د contrast انا شايف ان انت بتضغل علي نفسك انت فترة دي كانتك بتتشافى يا برج العزراخ ف människans ولا انت عارف اريتت كم يوم شخص دو او لا ولا عايزت بتبقえて عنه ولا لا فانت في فترة استشفاء او تشافى فانت مش عارف انت رايح فين ومش عارف انت عايز ايه طيب الحبيب بها زعلان منك جدا يعني واضح ان فيه زعل انت زعلان من البورتنر بتاعك انت زعلانين من بعض انت زعلان منه بس انت عارف تبين له ان انت عايش حياتك عارف تبين له ان انت مبسوط عارف تبين له ان انت الدنيا ماشية معك كويس اما هو الشخص ده هم مش عارف مش عارف مش عارف يبين مشاعره الحقيقة مش عارف يعني يعني هو شايف ان انت نسيته او ان انت عايش حياتك او انت متجاهل وانت عندك حاجات تانية هذا الشخص شايفك مبسوط من غيره وشايفك سعيد من غيره وشايف ان في حاجة شغلة بالك ودي حاجة مضايقة جدا جدا الشخص ده غيور جدا على فكرة بس بيعرف يتحكم في مشاعره يعني الشخص ده عنده قدرة رهيبة وذكاء شديد ان هو يعرف يبين عكس اللي جواه هو غيران وحاسس ان انت عندك حاجات شغلة بالك عندك حاجات بسطاق عندك حاجات يعني هو كأنه هو بعيد وان انت مش في بالك ومش في دماغك وان انت عايش حياتك ومبسوط وان انت مش حاسس به ولا حاسس بمشاعره ولا حاسس بأي حاجة فهذا الشخص يعني شايفك ان انت ليك عالمك الخاص يعني فهو هيبدأ تجاهلك او هيبدأ عنك بس هذا الشخص يحبك او بيحبك ومشاعر ومشاعر صدقه من ناحيتك بس شايفك بياخد مواقف منك او يعني متدق منك متغاز منك زعلان منك وانت كمان انا شايفك مشغول في نفسك الفترة دي واضح ان عندك يا برج العذراء حاجات كتير وشغل لك فانت مش مركز معاه مش علشان عندك شخص اخر لا انت مش مركز معاه علشان انت عايز تركز على نفسك علشان انت عندك مشاكل كتير جدا في حياتك الشخصية وحياتك الاجتماعية وحياتك العائلية وصحيا كمان يا برج العذراء فانت تاه شوية فما هي ادفايس لبرج العذراء حاولوا ان انتو يعني تركزوا حاولوا ان انتو تعرفوا وتكتشفوا انت عايزين ايه طيب مال قادم في حياة برج العذراء هناك شخص جديد يعني برج العذراء حتى لو مرتبط او منفصل او او سنجل في شخص جديد هيشعل الباشن واللهفة في حياتك يا برج العذراء الفترة القادمة يعني في حب جديد او شخص جديد هترق بابك يعني انت شايفين ان انتو الفترة دي مفيش حد عجبكم مفيش حد تلافت انتباهكم يعني بجد اكتر طاقة مساطرة على برج العذراء هي طاقة الوحدة الشديدة يعني اي حد من برج العذراء تلاقي ان هو حاسس بوحدة شديدة شكرا يا جماعة لكل الناس اللي عمليين تقولولي شكلك شيك انا كنت معزومة برا فكان عندي حفلة صحور يعني فلسه جاية فقولولي did you like my dress ولا لا وهل الاخضر يليقوا بي ولا لا انتو بتشوفوني تقريبا في كل احوالي بتشوفوني وانا مبعككة بتشوفوني وانا مهتمة بنفسي بتشوفوني وانا بالعباية وبالجلبية وبالازدال بكل حالاتي طيب نصيحة لبرج العذراء الفترة القادمة ركز على نفسك ركز في شغلك يعني انت لو اشتغلت كويس الفترة الجاية هترى بتجيب كلوس كويسة عندكم الفترة الجاية يعني فترة انتقالية انا عارفة ان انت كان عندك دروب مالي قوي جدا يا برج العذراء بس على قد ما بتشتغل على قد ما تفكر في افكار جديدة على قد ما هتطور من نفسك يعني انت بحتاج تطور من نفسك تحتاج تشتغل على نفسك كل ما هتعمل كده كل ما هتقدر تنجح وتوصل للي انت عايزه كالعادة اعملوا لايك وقولولي فعلا هل انت تشعر بالوحدة يا برج العذراء في الحب والعاطفة ولا لا وهل عندك مصاريف كتيرة ومطلوب منك حاجات كتيرة بتفكر كتير جدا وعندك حاجات مؤجلة يعني عندك تأجيل حاجات كتيرة حلوة يعني ممكن تأجل احتفال تأجل حفلة تأجل عزومة تأجل فعندك شوية تأجيلات ما تتدايقش ما تخافش يا برج العذراء التأجيلات دي ربنا هيعوضها للافضل بس محتاج تصبر محتاج تصبر اشكركم ويا ربي الفيديو كنت عجبكو تنسوش تعملوا لايك في الفيديو تشتركوا في القناة وتابعوني على السوشال ميديا على الانسجرام على فيسبوك تقولولي تفرجوا من فين انتو برج ايه وقولولي ايه اكتر طاقة مساطرة عليك وثانكيو اي لافيو بحبكو جدا باي باي باي